وأنا يعني بروح للمنصات الإعلامية أنا متوقع كل يعني الأسئلة المرتبطة بهذا السياق ودايما يعني إجابتي بأؤكد عليها أنا بأخذ الموضوع بمنظوم شامل شامل كل حاجة مش هقف عند محطة أو فرط خلص وفي إجاباتي دايما بقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة غير ما هو قانوني وهعمل بالقانون أو هنعمل بالقانون دون يعني نحن نقول ثريتس أو تهديد لأي حاجة أو أي حد وعندنا مبادئ كبيرة جدا أنا لازم نحافظ على كائناتنا الأندية الراضية كلها وكمان الكائنات الراضية حتى التحادات وتعاون مع اللجنة الأولمبياء كل في مجان ومجاله إحنا المظلة الكبيرة اللي هتكون موجودة عندنا قانون الرياضة وعندنا اللوايح اللي بتعطي الأثورتي أو سلطات الوزير في التفتيش والرقابة المالية والإدارية وكمان عملنا منظومة متكاملة وزارة الشباب والرياضة مع جهاز المركزي للمحاسبات اللي دايما بأتوجه بالشكر والتقدير لمعالي المسشار شام بدوي في الحقيقة على دوره كبير جدا لعمل لجنة موسعة كبيرة جدا وكمان حتى لو بقول إحنا تفتيش إداري وليس تفتيش قضائي لكن كمان الوزارة الشباب والرياضة لأول مرة يكون عندها الضبطية القضائية بمعنى التحويل المباشر للنيابة من خلال الموظف أو المراقب للوزارة دي كلها تأسيس للعمل الحالي اللي احنا ماشيين فيه بشكل كبير جدا التفتيش على كل المؤسسات الرضية ليست ناد الزمالك فقط التفتيش على كل الأندية الرضية والهيئات شغال تبعا بالمنظوم اللي موجود دلوقتي أو المنظور موازي معاه الحملة والتوعية يبقى إحنا بنفتش ونوجه حملة كمان التنصيق معه يعني النيابة والتنصيق مع الجهات التنفيذية اللي موجودة لهذه الحملة كلها دايرة واحدة ومربعات أو دوايب بنرحمها مع بعض طيب هل الوزارة هتمتثل طبعا هنمتثل للقانون ومش هننصاق أو ننضغط البعض هيتعرض للوزير بعض الأحيان والآخره عشان كده بنقول للإعلام يعني إحنا موجودين نرجو إن إحنا نكون في اتجاهاتنا هنفسر إن إحنا إزاي بنراعي الجزء القانوني قد يكون هناك بعض الضغط أنا يعني بصراحة ما بسمعشي ما بشوفش أي ضغوط غير العمل اللي موجود في الفترة ونحط نظام مبني مش على فرد نظام يستمر من غير فرد من غير وزير أو بوزارة ده اللي احنا بنأسسه وبنقوم بيه دلوقتي رياضة المصرية محتاجة لفترة جاية كمان مظاهر تصحيحية مظاهر تصحيحية بقدر الإمكان بالرغم من القانون أعطى للجامعات العمية بعض الحريات لكن أعطى للوزير شيء مهم جدا هو الإشراف المالي والإداري وده احنا يعني بنتابعه وتنصيق مع كل المواثيق الدولية هننصك مع كل المواثيق الدولية لكن مش هنترك يعني شيء إلا ما يكون موجودين معاه هل هي حملة ضد حد إطلاقا؟ هل هي منهضة الفريق بعينه إطلاقا؟ بالعكس احنا مع كل فرقنا ومنتخباتنا لأن المنتخبات بتكون من الفرق الرياضية اللي موجودة بكلم مع الكرة يعني لما شفنا احنا نهائي أفريقيا طب ما هو الفرقتين الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي مع الأندية الأخرى الشعبية اللي احنا هنساند بشكل كبير الفترة القادمة هي قوام منتخب المصري إذن كلما كان هناك الفرق ومساندة الفرق إذن عندنا منتخب وده الهدف الأصيل لأن الهدف الأصيل لدوري وأنشطة داخلية هي تكوين المنتخبات القومية وده دور الوزارة